عام آخر يحرم خلاله العراقيون من أمسياتهم الرمضانية في المقاهي البغدادية إذ غيبت ظروف الحضر الجزئي عقب الإفطار الأجواء المفرحة التي كانت تشهدها المقاهي على ضفتين نهر تجلة والله هي بالحقيقة يعني واحد يشهر بالأسهى يعني إنه تعرف أحلى شيء هي أمسيات رمضانية يعني العالم تنتظرها كل سنة يعني بعض الأفطار الناس تجتمع تروح في المقاهي تقعد يصير أكو فدود محبة تآلف اجتماعي أكثر للأسف هذا موضوع لنا الحضر الكوراني مؤلم يعني بصراحة غياب الأمسيات الرمضانية كبد أصحاب المقاهي والمطاعم خسائر فادحة دفعت العديد من أحياء بغداد إلى الخروج باحتجاجات ليلية للمطالبة بتقليص ساعات الحضر الجزئية ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم المطعم صالنا تقريبا بهاي السنتين وهذا الحضر بصورة خاصة كلفنا خسار بالمطبخ كثير شيء تلاف طعام كلفنا مصاريف عمال أكو عدنا بعض المصاريف يعني عدنا بعض العمال قطع أرزاقهم لأن صار عدنا تقليص بالكادر أبو المطعم ما يقدر يصرف عليهم كلهم وإضافة لهي اسم المطعم انكسر يأمل رواد المقاهي وعشاق الأمسيات الرمضانية أن يكون العام الحالي عاما لنهاية الإجراءات الصحية وتعود بغداد إلى أماسها الجميلة للمقهى ارتباط وثيق بالأمسية الرمضانية ومع أغلاق المقاهي كإجراء صحي عقب الإفطار تغيب نكهة رمضانية مسائية فريدة بالنسبة للعديد من البغدادين حيدر لاسا ديس كاي نيوز عربية بغداد